الخميس المقدس أو خميس الأسرار الذي يسبق عيد الفصح وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه تقام فيه القدى ديسو ورتبة غسل الأرجل عدسة نورسات الأردن جالت في عدداً من الكنائس وأحيت مع جموع المؤمنين صلوات هذا اليوم المقدس إلى المزيد أحيات الكنائس الرسولية صلاة خميس الأسرار وخدمة غسل الأرجل بقداديسة إلهية محتفلة بها مع رعاياها حيث ترأس سيادة المتروبوليت فينيذكتوس متروبوليت فيلادلفيا الصلاة وخدمة غسل الأرجل في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذوكس بمعاونة عدد من الآباء الكهنة ومشاركة جوقة الكنيسة وحضور جموع من المؤمنين وحضور جموع من المؤمنين واحتفلها أيضا في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق بذات الخدمة التي ترأسها المطران ياسر العياش النائب البطرياركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس بمشاركة جوقة وشبيبة وكشافة وأخوية الكنيسة وجموع من المصمين النائب البطرياركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس وفي كنيسة الراعي الصالح مركز سيدة السلام ترأس المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القدس الإلهي بخميس الأسرار وتجديد الوعود الكهنوتية للآباء في الكنيسة اللاتينية والتي تمت يوم رسامتهم بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المنسونيور ألبيرتو أرتيجا مارتن السفير البابوي لدى الأردني والعراق والبطريارك فؤاد طوال والمطران سليم الصايق ولفيف من الآباء الكهنة ترجمة نانسي قنقر وترأس الأب زيت حبابي راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن قدس خميس الأسرار وخدمة غسل الأرجل الذي أقيم في كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في منطقة ماركا بحضور أبناء الرعية الكلدانية عضلانه القرقان والحيد العالم علمي ترجمة نانسي قنقر واحتفلت رعية كنيسة شهداء الأردن للاتين بمرج الحمام بذات الخدمة التي ترأسها الأب أشرف النمري راعي الكنيسة بمشاركة الأب فادي ثابت من لبنان وحضور جموع من المؤمنين اشتركوا في القناة